أهلا بكم إلى حوار المساء محاصرون من كل الجهات ولكن لا خيار أمامهم سوى رفع التحدي ومقاومة الضغوط إنهم الصحفيون الفلسطينيون الذين تعرضوا في النصف الأول من هذا العام وحده إلى 113 حالة لانتهاك حرياتهم نحو 80 منها على يد الجيش الإسرائيلي ما طبيعة واشكال هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها وماذا يمكن فعله لمساعدتهم في نقل الحقائق إلى العالم وهل من دور للجمعيات والمنظمات الدولية في الكشف عن الأسلاك الشائكة التي تحيط بصحفي فلسطين من الجهات الأربع حوارنا هذا المساء سنخصصه إذن لتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين نرحب ضيوفنا في حوار المساء معنا هنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي ممدوح طهى مساء الخير سيد ممدوح مساء النور وكما سير شاركنا في الحوار لاحقا من رام الله الأمين العام لاتحاد الكتاب والدباء الفلسطينيين مراد السوداني وأيضا من الكويت أمين عام الملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس ويمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وأيضا فيسبوك ولكن قبل الدخول في الحوار نشير إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت اليوم قنابل الغاز على المسيرة السلمية للصحفيين الفلسطينيين على حاجز قلندية في الضفة الغربية ما أدى إلى إصابة عدد منهم كما يبدو ذلك من خلال هذه الصور المسيرة جاءت استجابة لدعوة نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحادين الدولي والعربي للصحفيين الذين أطلقوا حملة دولية للمطالبة بحق الصحفيين الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل بين المدن والدخول إلى القدس إذن لنستمع إلى عدد من من شاركوا في هذه المسيرة الصحفي الفلسطيني ممنوع من الحركة وما يمنعه قوة الاحتلال الإسرائيلي هذه القوة ظهرت اليوم بأبشع أنواعها بالرصاص بالقنابل الغازية بالقنابل الصوتية هذه هي معاناة الصحفي الفلسطينيين منذ أكثر من 45 سنة هذه رسالة واضحة لكل العالم اللي أظهرت الوجه الحقيقي للإحتلال فعلا بمنعه لحرية التنقل وحرية التعبير لكل الصحفيين لكل الإعلاميين إذن نرحب بكم في هذا الحوار للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين وأبدأ مع سيد ممدوح طاها مرحبا بكم مساء الخير يعني كيف تتابعون أنتم كصحفيين عرب لهذه الحملة للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين وهذه الانتهاكات الممارسة ضدهم في البداية لابد أن نؤكد أنه ليس الصحفيين الفلسطينيين وحدهم هم من يتعرضون للممارسات الاحتلال العدوانية سواء بالتقييد أو بالاعتقال أو بالقتل أيضا معهم صحفيين من دول العالم الذين تعطفوا مع قضية شعب فلسطيني ولقوا مصرعهم على أيدي قوات الاحتلال وتعرضوا أيضا للانتهاك والتنكيل والتقييد أيضا ليس الصحفيين الفلسطينيين وحدهم وإنما الشعب فلسطيني كله في سجن كبير سجن الاحتلال وفي ظل الممارسات الصحفيينية في المستوطنات وفي التشريد وفي هدم البيوت وفي تهويد المنطقة طبعا كل ممارسات الاحتلال البشعة فالشعب فلسطيني كله يتعرض لهذه الهجمة الشارسة الصهيونية وإذا كنا اليوم بنركز على ما يتعلق بوضع صحفيين فلسطينيين فذلك لأن الصحافة الفلسطينية أو الصحف الفلسطيني هو صوت وضمير الشعب فلسطيني وبشير قضيته أمام العالم العربي والعالم أجمع ومن هنا فإن هذه الحملة تكتسب هميتها وتتطلب من كل نقابات الصحفيين في الوطن العربي مخاطبة نقابات الصحفيين والتحادات الصحفيين العالميين ومما يشير إلى أن هذه الحملة يمكن أن تؤتي نتائج مسمرة هو وجود تحاد صحفيين العرب والتحاد الدولي لصحفيين كداعمين لهذه الحملة ولكن أريد مرة أخرى أن أؤكد أنها ليست قضية صحفيين الفلسطينيين وحدهم وإنما قضية شعب فلسطيني كله باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وقضية العرب لكن إلى أي درجة تعتقد أن هذا التضييق على الإعلاميين الصحفيين أو من يعمل في الإعلام من داخل الأراضي الفلسطينية هو يؤثر على إظهار معاناة الشعب الفلسطيني وأيضا حجب الأنظار عن قضيتهم بالتأكيد زكاة الصحافة هي صوت الشعب وضمير الأمة وبالتالي فأي عدوان على الصحافة بيشكل عدوان على عدوان مسموع ومرئي أمام العالم يفضح ويكشف الممارسات العدوانية للاحتلال نعم أيضا ينضم إلينا في هذه الأثناء من الكويت أمين عام الملتقى لإعلام العربي ماضي الخميس مساء الخير سيد ماضي ونرحب بك في هذا الحوار وأيضا إلى أي مدى تعتقد أنه يمكن الاستجابة لهذه الدعوة والتضامن أيضا عربيا ودوليا مع الصحفيين الفلسطينيين والله أشوف بسم الله الرحمن الرحيم أولا حقيقة إحنا لازم نعترف أن هناك تقصير عربي كامل على كافة الجهات سواء من حكومات وأنا لا أعول كثيرا على الحكومات ودورها ثم من زملاء المهنة كمهنيين عبر المؤسسات المهنية المختلفة سواء الاتحاد العربي للصحافة أو الاتحاد الخليجي أو أي كيانات صحفية ومنظمات مجتمع مدني تعمل في إطار الثقافة والصحافة والإعلام أو حتى كإعلاميين أو كمؤسسة إعلامية أنا أبصم بأننا مقصرين تماما اتجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من أحداث عموما وخاصة ما يحدث لزملاء المهنة ما يتعرضون له من تضييق ما تمارس بحقهم من ممارسات بشعة عدم القدرة على ممارسة عملهم عدم القدرة على الحصول المعلومة عدم القدرة على نقل الأحداث إضافة إلى التعرض الفاجر في الأذاء الذي يتعرضون له سواء التعرض الجسدي أو النفسي خلال تغطيتهم لعملهم أنا أقول الجميع ابتداء مننا إحنا كهيئة للملتق الإعلام العربي أو أيضا أنا كرئيس لتحرير مطبوعة كويتية جريدة الكويتية أو أيضا كرئيس الجمعية كويت إعلام امتدادا إلى جميع المؤسسات الإعلامية أنا أعتقد يجب أن يكون لنا صوت أكثر يجب أن ننصف أخوتنا العاملين في مجالات الإعلام والصحافة في فلسطين يجب أن يكون لنا دور داعم لهم هم يرضخون حاليا تحت وضع قهري قاسي يجب أن يكون لنا وقفة معهم يمكن كافة التقريرات تشير إلى سلبية العمل المهني حاليا في فلسطين أيضا من خلال الطلاع على الأوضاع المهنية للمؤسسات الإعلامية أنت تعلم اليوم الأوضاع المهنية للمؤسسات الإعلامية في فلسطين عموما يعني إذا كنا نقول في العالم العربي متراجعة ومتراخية والأوضاع سيئة أنا أعتقد في فلسطين أسوأ بحاجة إلى دعم مالي إلى دعم معنوي بحاجة إلى ليس فقط وقفات تضامنية نخرج عبر وسائل الإعلام وندين ونناشد ونتمنى ولكن أنا أعتقد اليوم من مبادرتكم الكريمة هذه ووجود أخوة أعزاء سواء من الأخ مراد في فلسطين أو الأستاذ طاهة معاكم في الاستيديو أن نخرج بمبادرة اليوم نحن كلنا مهنيين هناك هذه الحملة التي تستهدف الوصول إلى مليون توقيع لتقديمها الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ماذا تتوقع بعد جمع هذه التواقيع؟ والله أنا ما أتفائل جدا إن شاء الله طبعا أنا أدعم بكل ما نستطيع أن نقدمه بشخصي أو من خلال المؤسسات التي أتبع لها ندعم بكل ما نستطيع أن نقدمه لهذه الحملة ونتمنى أن نصل ولكن أثبتت التجارب أن مثل هذه الحملات هي حملات إعلامية في الغالب نريد أن يكون لنا تأثير فاعل نريد أن نكون صندوق لدعم صندوق تشرف عليه جهة محترمة جهة مستقلة يعني يمول من جهات يعني معلومة يقوم بالصرف على المؤسسات والدعم ونحن نأيدها وندعمها بكل ما يمكننا ولكن نتمنى أن يكون هناك مبادرات أكبر وأكثر تأثيرا لنطلع أيضا سيد ماضي على رأي السيد مراد السوداني فيما يتعلق بهذه الحملة وأيضا ماذا يمكن أن تحققه بعد جمع هذه التواقيع وأيضا عرضها على اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة بداية المساء الخير سيد مراد وكيف تنظر إلى أهداف هذه الحملة وأيضا ما يمكن أن تصل إليه في البداية لا بد من الإشارة أن الفعل الإعلامي في فلسطين يختلف عنه في أي بقعة أخرى لأن هذا الاحتلال بكل استطالاته يحاول بغير وسيلة وغير اتجاه أن يطفئ عين الكاميرا وعين الصحفي وأنا شخصيا أقول أن رغم هذه الحملة وفاعليتها وجديتها ومحاولة تجنيد الدعم العربي والعالمي من أجل الضغط على هذا الاحتلال الذي لن يستجيب بالضرورة لحرية الحركة وحرية الصحفيين الفلسطينيين بل على العكس يستبيح الأرض المحتلة بصحفيه الاحتلاليين الذي جزء منهم هم عبارة عن أجهزة مخابرات احتلالية نحن لا نعول لا على الأمم المتحدة ولا على غيرها من المؤسسات الدولية التي باتت منحازة إلى إسرائيل نحن ننحاز ونعول على الإعلام العربي وعلى المثقف العربي وعلى الصحافة العربية وعلى المؤسسة العربية نعول على هذا الدم العربي الذي لا بد له أن ينتفض من أجل فلسطين تحديدا في هذه اللحظات التي تستباح فيها فلسطين كل فلسطين وتستباح فيها القدس وتنخل كل الأرض الفلسطينية تكتيلا وتدميرا وإلغاءا ومحوا ويحال ما بين الصحفي وما بين القيام لكن إلى أي درجة تعتقد أن الإعلام العربي وأيضا الصحافة العربية قادرة على الدفع بعجلة هذه القضية وأيضا حصول على حق التنقل للصحفي الفلسطيني أنا باعتقادي إذا مورس الضغط العربي بشكله الحقيقي فإنه سيثمر باتجاه القضية الفلسطينية على كافة الاتجاهات بمعنى لا بد للقضية الفلسطينية أن يعاد إنتاجها في الإعلام العربي بعد حالة الفوضى التي تعم البلدان العربية وحالة الاحتراب التي تحدث في غير بلد عربي لا بد من إعادة الكاميرا إلى فلسطين التي تستباح منذ ما يزيد على مئة عام وهذه اللحظة التي تمر بها القضية الفلسطينية لحظة حرجة يتم فيها تجديد النكبة على جسد المكان والإنسان الفلسطيني بتهجير ما يزيد على أربعين ألف من أبناء شعبنا في النقب وبالتالي عندما يمارس الضغط من قبل المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الثقافية وتقاطع هذه الإسرائيل وينحاز شعبنا كما عهدناه العربي نحو القدس لأن القدس هي كل عاصمة عربية باعتقادي أن إسرائيل ستعيد حساباتها من جديد وستنظر بعين أخرى إلى الصحف الفلسطيني يعني التعويل على الإعلام العربي وأيضا الصحافة العربية يعني سيد ممدوح إلى أي مدى تعتقد أن الإعلام العربي والصحافة العربية قادرة أن تكون بالفعل ذات تأثير في هذه القضية وأيضا حق الصحفين الفلسطينيين وأيضا إعادة الصورة إلى القضية الفلسطينية دعنا نقول أن القضية الفلسطينية منذ نشأتها جاءت في إطار سايكسبيكو الأولى في 1916 وبعدين 1917 كان وعد بلفور لزرع إسرائيل هذه هي المرحلة الأولى للقضية ومن ثم أصبحت إسرائيل وأصبح الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الصيوني لفلسطين هو مصدر التهديد الرئيسي للأمة العربية كلها المرحلة الثانية التي نعيشها الآن هي مرحلة سايكسبيكو التانية والتي استهدفت بعد زرع إسرائيل كقاعدة للقوى الاستعمارية في المنطقة الآن استهدفت تصفية القضية الفلسطينية عن طريق استراتيجية الصهيو أمريكية التي هي استراتيجية ما سمي صورات الربيع العربي باستغلال الهبات التلقائية والصورات العربية الشعبية وركوب الموجة وتحركها في اتجاه الاقتتال الأهلي والحروب الأهلية العربية التي كان جزء رئيسي منها تواري القضية الفلسطينية وقد توارد بالفعل وهذا هو الفخ الذي وقعنا فيه أن الأولوية لم تعود لفلسطين وأصبحت النداءات التي كانت تتردد على السنة قوى كثيرة إسلاموية وغيرها لم تجعلها هي قضية العرب للقدس رحين شهداء بالملايين أصبح الآن إلى دمشق رحين نتقاتل مع أخواتنا إلى مصر رحين نتقاتل مع أخواتنا إلى العراق رحين نتقاتل مع أخواتنا ووقعنا في الفخ جميعا وطوارد القضية الفلسطينية وهذه هي المرحلة الأخطر أريد أن أقول أن قضية الصحفيين الفلسطينيين هي جزء من كل وليست هي القضية المركزية ولا يمكن اختزال القضية الفلسطينية في قضية الصحفيين الفلسطينيين علينا أن نستفيق مما نحن فيه ونوجه بصلتنا من جديد إلى القدس وإلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وإلى فلسطين باعتبارها القضية المركزية والقضية العرب الأولى هذا هو الذي وقع فيه الأعلام العربي أنه تحول بالاهتمام من فلسطين إلى ما يجري في سوريا وإلى ما يجري في مصر ولولا أن المؤامرة مؤامرة سايكس بيكو التانية عن طريق إشاعة الحروب الطائفية والمذهبية والأرقية وهذا هو الذي نشهده الآن لإغراق العرب جميعا في الاقتتال فيما بينهم وإغراق المسلمين جميعا في الاقتتال فيما بينهم للتحويل الأنظار عن القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية الأم علينا أن نستعيد البصلة وعلينا أن نحدد أولوياتنا من جديد علينا أن نوقف الاقتتال الأهلي في سوريا في العراق في مصر في أي مكان علينا أن ندرك من جديد أن الخطر والعدو واحد مصدره إسرائيل والشر كله واحد مصدره إسرائيل وعلينا الاستفاف لأننا إذا استمر المشهد بهذا الشكل الكاريسي والمأساوي والمضحك في نفس الوقت لا تمكنت إسرائيل من كل المنطقة العربية وليس من الشهر فلسطيني فقط إذا استمر أيضا مع سيد مراد بالنظر إلى حديث سيد ممدوح وأيضا سيد مراد إليك سيد ماضي إلى أي مدى تعتقد أن الإعلام العربي بالفعل ابتعد بشكل كبير عن القضية الفلسطينية وكيف يمكن إعادة النظر إليها وأن تكون بالفعل محط الأنظار من الداخل وأيضا من الإعلام العربي يعني أنا أتفق مع الآراء اللي طرحت إلى سيد ماضي حميس كويت نعم أتفق مع الآراء اللي طرحت أننا بفعل ما حدث خلال السنتين ثلاثة الأخيرة أصبح كل دولة منشغلة بأحداثها في ظل الربيع العربي وتداعياته بالتأكيد في ظل هذه الأجواء يعني فقد الإعلام أصلا العربي فقدت السياسة العربية فقدنا التركيز على القضايا الفلسطينية المهمة التي يجب أن تطرح على الممارسات أيضا يعني لا نقف إحنا فقط ويعني نعاتب النفس أنا أعتقد حتى أخواتنا في فلسطين السياسة الفلسطينية مشت في طريق خاط الخصومة السياسية بين الفلسطينيين والفرق أو الأحزاب أو التيارات الفلسطينية أيضا أثرت يعني هم لم يتفقوا أيضا لكي نتفق معهم هم بحاجة في فلسطين من الداخل إلى الالتئام بحاجة إلى مصالحة عامة بحاجة إلى وحدة الكلمة ووحدة الصف الكل يعلم اليوم أن هناك انشقاق داخل فلسطين هذا الانشقاق أكيد من صالح أطراف معينة من صالح القوى الإسرائيلية المحتلة من صالح قوى غربية متآمرة غير راضية عن الوحدة العربية كل هذا يؤثر فلذلك أنا أدعو أولا الأخوة في فلسطين أن يلتفوا إلى كلمة سواء بين أنفسهم إلى وحدة في الكلمة وفي الموقف حتى لو كان هناك اختلاف في الطارح اختلاف التجاهات ولكن يجب أن يكون هناك وحدة في الكلمة أيضا نتمنى أن الإعلام الفلسطيني يتحد نحن من خلال أيضا متابعتنا وجدنا أن هناك انقسام في الإعلام الفلسطيني بحد ذاته هذا الانقسام بلا شك يؤثر نحن الآن نعول أنا شخصيا أتبنى ونتمنى من الجيل الجديد من الإعلاميين والإعلاميات من الفلسطينيين أن يكونوا حلقة اتصال لفلسطين مع دول العالم أن تنشط الكلمة الفلسطينية من الداخل إلى المؤسسات الإعلامية العربية والغربية لنقل ما يحدث داخل فلسطين وسائل الإعلام الحديث ووسائل اتصال الحديث الآن سهلت من سهولة النقل كلنا تابعنا بالصورة وبالصوت وبالكلمة أحداث فلسطين عبر وسائل إعلامية مختلفة عبر السوشال ميديا المختلفة أتمنى أن ينشط العمل الإعلامي الفردي أو الجماعي داخل فلسطين أرجع وأكرر نحن نتمنى أي مبادرات تقوم في هذا الإطار نحن ممكن أن نطرح مبادرة إيجابية لتأهيل الإعلاميين على نفقتنا الخاصة عشرين ثلاثين أربعين أي عدد من الإعلاميين الفلسطينيين الشباب ممكن أن نأخذهم في دورات تدريبية إذن هناك أيضا تداعيات بحسب رأيك سيد ماضي يعني من تداعيات الانقسام بين فتح وحماس على المبارسة الصحفية يعني خلال ست أشهر الأخيرة تم اعتقال 12 صحفيين وتسجيل 25 حالة انتهاك في غزة ضد الصحفيين يعني سيد مراد إلى أي درجة الانقسام يؤثر على حرية الصحفيين بالضرورة الانقسام يؤثر الانقسام الفلسطيني والانقسام العربي وبالتالي نحن ندعو إلى لم الشمل الفلسطيني وإلى لم الشمل العربي لأن حرف البوصلة عن فلسطين هو حرفها عن العدو المركزي والأساسي الصهيوني ونجد أن بعض الإعلام مثل ما نجد في مصر قد التبس عليه الأمر فانزاح نحو تجريم الفلسطينيين والشعب الفلسطيني دعني أقول أمام هذه النقطة من التشويش بأن الشعب الفلسطيني يرى أن القدس هي كل عاصمة عربية فكيف إذا كانت الحالة مصر وبعض الأجندات التي وجدت في سياقاتها التدخل في الشؤون العربية هذا لا يمثل الشعب الفلسطيني مثل ما هناك بعض الإساءات من بعض الإعلاميين في مصر التي أساءت للشعب الفلسطيني لا تعبر عن الشعب المصري الشقيق وبالتالي نحن في فلسطين نقول بأن الإعلام الفلسطيني والصحف الفلسطيني والمثقف الفلسطيني والكتاب والأدباء يتعرضون مثل ما هو شعبنا إلى حالة حصار كبرى وبالتالي توسيع دائرة المشاركة في البعد العربي والإنساني هو الذي يفك هذا الحصار عن الشعب الفلسطيني والنخب الفلسطيني والكتاب والصحفين وعليه نتمنى على المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الثقافة العربية أن تقفز عن موضوعة أن فلسطين في القلب وكفى نحتاج إلى استطالات دعم حتى نستطيع أن نقف في مواجهة هذه الاستطالة السهولية التي فرخت لنا أخيرا فضائية عربية عند الصهاينة تنطق بالعربية أود أيضا الحديث عن طرق القانونية لملاحقة المعتدين سواء في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية حسب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية فإن أكثر من خمسين بالمئة من الانتهاكات كانت اعتداءات جسدية ماذا عن اتخاذ طرق قانونية لملاحقة هؤلاء يا صديقي هذه الطرق في الملاحقة يعني جزء من الكل في قضايا العدل الفلسطيني التي يكفز عنها منذ ما يزيد على مئة عام وبالتالي هذه الإسرائيل هذا الاحتلال هذا النقيض الصهيوني يضرب بعرض الحائط كل ما من شأنه أن ينحاز إلى فلسطين والقضية الفلسطينية من هنا نقول بأن التعويل على البعد العربي للضغط على البعد الدولي دون ذلك لا يمكن لأي قضية يرفعها الفلسطينيون قيادة وشعبا ومؤسسات وإعلاميين ومثقفين أن تأتي أكلها دون هذا الإسناد العربي الذي أنا له أن يدعم فلسطين بالفعل لا بالقول ولا أن نكتفي بأن ننظر إلى هذه الفلسطين التي تحترق يوميا ولا نضيء على وجعها بل نمعن في تمزيقها وأن نتلهى عنها بخلافات عربية عربية فلسطين إذا كان هناك ثمة خلاف سياسي عربي فإن القدس تجمع العرب لأنها سقف العروبة المنهوب وبالتالي هي قلب هذه العروبة وهي رأس حربتها وبالتالي على الجميع أن يتداعى من أجل نصرتها ونصرة شعبها مثل ما هو هذا الشعب الفلسطيني الذي لا بد له أن يؤكد على بقولته بعدم التدخل في الشؤون العربية وهو لديه عدو مركزي العدو الصهيوني ولديه قضية عادلة منذ مئة عام وهي ما تزال تتفسد وجعا وحزنا وقتلا وتدخيرا وشهداء وبطولات نتقل إلى السيد ماضي الخميس في دقيقة لديه دقيقتين كيف يمكن مساعدة الصحفين الفلسطينيين لإبراز قضيتهم وإعطائهم حق التنقل في دقيقة إذا سمحت لي والله أشوف أنا أعتقد أرجع أأكد الجميع متخاذل في تقديم المساعدة أنا أعتقد من خلال جامعة الدول العربية أو من خلال مجلس وزراء الإعلام العرب أو من خلال لجنة دائمة الإعلام في جامعة الدول العربية لازم يكون هناك مبادرة حقيقية لدعم الإعلام الفلسطيني أفراد ومؤسسات أنا أتكلم عن إعلام موجهة أنا أتكلم عن مهنيا أنك أنت تدعم الإعلام الفلسطيني كي يقوم بدورة تدعم المؤسسات الإعلامية المستنيرة تدعم الحرية في التعبير والإمكانيات التواصل الإعلامي الفلسطيني العربي أيضاً إحنا كمؤسسات مجتمع مدني أيضاً يجب أن يكون لنا دور يجب أن يكون لنا مبادرة أنا أطلقت الآن من خلال قناتكم الكريمة هذه المبادرة بمكان الأخوان في فلسطين التواصل معانا لتحقيقها أيضاً سنسعى لتحقيقها من خلال تدريب وتأهيل وتبني مجموعة من الإعلامين الفلسطيني خاصة الشباب سنعمل في كل الطرق أنا أعتقد الجميع المؤسسات الإعلامية العربية أيضاً مطلوب وضروري أن تهتم في الشأن الفلسطيني أن تركز على القضايا الفلسطيني أن يكون لكل مؤسسة إعلامية مراسل لو عملنا لكل مؤسسة إعلامية أو صحفية مراسل صحفي في فلسطين يقدم لها على الأقل تقرير يومي عما يحدث أكيد سنخلق يعني عوائد مالية للإخوان في فلسطين وسنخلق تواصل إعلامي معهم بشكل كبير فأعتقد الحلول كثيرة ولكن أين يأتي التنفيذ أين تأتي المبادرات إن شاء الله نستطيع من خلال حيزنا الصغيرين أن نقدم مبادرة والجميع مطالب أيضاً أن يتبع هذه المبادرات بمبادرات أخرى نعم على الصعيد الخليجي والأقليمي كيف يمكن إبراز هذه القضية سواء القضية الفلسطينية أو حق الصحفين الفلسطينيين في إظهار معاناتهم إلى العالم دعنا نتفق على نعم إذن السؤال لك سيد ممدوح عفواً عفواً لضيفنا من الكويت تفضل سيد ممدوح دعنا نضع قاعدة تقول حينما تنجح في التأثير على نفسك تنجح في التأثير على الآخرين البداية تبدأ بنا وبنا تبدأ بفلسطين وأنا هنا باتفق مع الأستاذ ماضي في أنه الانقسام الفلسطيني أثر سلباً على القضية الفلسطينية ومن هنا أدعو الإخوة الفلسطينيين فتح وحماس إلى الوحدة لإعادة اللحمة للجسد الفلسطيني وبالتالي إعادة الروح للقضية الفلسطينية بدون هذا لن تعود الروح لأن الإعلام بيعكس واقع والإعلام لا يصنع واقع غير موجود على الأرض ده نمرة واحد نمرة اتنين بالنسبة للقضية الفلسطينية أنا قلت أنه جرى محاولة تصفيت القضية ومحاولة إخفاءها وتواريها في سايكسي بيكو التانية تحت غطاء ما سمي بصورات الربية العربية الآن نريد شفنا النتيجة الكوارس التي حصلت من ليبيا إلى سوريا إلى العراق إلى ما يجري والبقية تأتي نريد أن نستعيد أنفسنا كعرب كلمت عن فلسطين بكلم عننا كعرب نريد أن نستفيق ونستعيد أنفسنا وباستعادة أنفسنا ندرك من هو عدونا ومن هو الشقيق ومن هو العدو ونحدد لدينا عدو واحد لكل المنطقة ومصدر خطر واحد على كل منطقة هو إسرائيل ومن ثم فإن العالم العربي والشعوب العربية والإعلام العربي مطالبين رسميا وإعلاميا وشعبيا بإعادة الزخم وإعادة الضوء للقضية الفلسطينية بالنسبة لأستاذ مراد بس تعليق بسيط نعتذر لذيغ الوقت لكن وضحت رؤية أشكرك جزيلا شكر سيد ممدوح طاها الكاتب والبحث السياسي شكرا جزيلا لك وأيضا أشكر ضيفي من رام الله الأمين العام لاتحاد الكتاب ولدباء الفلسطينيين مراد السوداني وأيضا شاركنا من الكويت أمين عام الملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس شكرا جزيلا لكم مشاركتنا حوار المساء المزيد يأتيكم على سكاي نيوز عربية ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا